بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر من مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهون نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ننقدون إنني إذا لفي ضلال مبين إنني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي عدمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلالهم مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يذنون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ذلال على الأمائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدعون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتقلبنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يعوئنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأخلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن فقولهم إنا نعلم ما يسبون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من النقفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والغمم بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وعقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأمام والحب بالعسف والغيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كتفقان وخلق الجان من مالج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشيقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم الهل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار من شاء في محركة أعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكك الجدال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها التقلال فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنخذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أرسل عليكما شراب من ناره ونحاسا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ظنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورخ المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو آتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجات فبأي آلاء ربكما تكذبان متكهين على فرش بطائنها من استغرق وجنة جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن مغصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ورخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خذر وعب قليل حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافزة الواقعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر الموضونة من متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب غر وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاجهة من مما يتخيرون ولحم خير مما يشتغون وحور عين كأمثال المقلئ المتنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منذود وذل ممدود ومائد مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عرما أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وححيم وددل من يححوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا نسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا مكنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعنفون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجنوعون إلى ميقات يوم من معلوم ثم إنكم أيها الضالون لآكلون من شجر من سقوم فمالعون منها البتون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادعون لو نشاء لنا عدناه حقاما فزلتم تفكهون إننا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء ادعي له أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشهتم شعبنا أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع نججوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتابه مبرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم تدهنون وتجعلون بسقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنذرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبسرون فلولا إن كنتم غير مديدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراه وريحان وججنة نعين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذب من الضالين فنزل من حنيم وتصليك جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك كعظيم